في أهالي دلوقتي ممكن تقول لهم تقول لي مثلا يا مولانا حضرتك مش عارف عيالي التكنولوجيا اللي انت اتكلمت عنها دي فضت عيالي عيالي دماغهم فضية عشان كده انا باختر لهم لانهم مش هيقدروا الاختيار دماغهم بقت فضية وبسمع الكلام ده كتير قوي صحيح المطلوب مننا النصيحة والتوجيه عشان نوسع رؤية أولادنا لكن مش المطلوب الضغط والإجبار عشان بنشوف انهم مش أهل الاختيار مين قال انهم مش أهل الاختيار من أكتر الأشياء اللي بتخلي أولادنا يفقدوا ثقاتهم بنفسهم هو اتهمهم بالتفاه بلاش الاتهم ده بالتفاه على فكرة الاتهم بالتفاه ده بيكرس في الولد مش انتم شايفين اللي تافه طبعا تعامل معكم على اننا تافه ونزاك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم ولينا أصول التربية علمنا أصل مهم من أصول تربية أولادنا هو الاحترام وإبداء الثقة في اللي هما بيصنعهم عشان بعد كده يبقوا زي الرجالة ويما يبتدي معاهم ان احنا نسق فيهم يتطوروا وينضوجوا نضوج الرجال شوف ازاي حضرة النبي قدم لنا نموذج انا بحب حاجة اسمها ان انا وبتعامل مع سيرة رسول الله سلم ان انا أعمل نموذج في نموذج اسمه نموذج سيدنا أسامة بن زيد نموذج مهم جدا في التربية هو عنده عشر سنين عرف ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيجاهز للغزو فكان نفسه شارك في الغزو ده فراح يعرض نفسه على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فرد سيدنا رسول الله عشر سنين فرده لكن طلب منه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انه يطب بالجرحة من المقاتلين ففرح فرح شديد جدا احس انه اللي بقاله دور وفي يوم الخندق كان سيدنا أسامة عنده خمستاشر سنة فجاء الى رسول الله سلم وجعل يشد قامته يقف على طراطف صابه كده عشان يجيزه صلى الله عليه وسلم عشان يشارك في الغزو فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل قبله اجازه صلى الله عليه وسلم وشارك في يوم حنين وشارك في معركة مؤتة لحد ما بقى عنده تمنتاشر سنة اختاروا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيجاهزه لغزو الروم ان هو يكون قائد الجيش مسيرة مسيرة التربية رائعة صحيح انا ما بحبش اقرأ السيرة بس بشكل عسكري لكن انا بقرأ السيرة هنا في نموذج للتنشئة للتنشئة في مصرح مهم جدا جدا وفي مكان مهم جدا جدا في حياة العرب فخلاه قائد الجيش في غزو الروم وكان في الجيش مين بقى اكابر الصحابة زي سيدنا اوبكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما فشوفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قدمني النموذج ازاي ازاي نرعى بذور التربية وازاي نكبر اولادنا وازاي نعدي اولادنا انهم يعيشوا زمان غير زمان شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تعمل ده عشان يقدر ادالوا مهام في الجيش عشان يقدر لما يبقى قائد في الجيش يبقى عارف كل المهام بس ما فردش عليه حضرة النبي حاجة ولزاك لما ما فردش عليه حضرة النبي وكان ده اختياره كان سعيد جدا 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 وهو نفس الكلام ده عن حط سيدنا اسامة مع سيدنا انس فلما نحط النموذجين سيدنا انس بيقوله خدمت رسول الله عشر سنين فلم يقل لي لشي فعلته لما فعلته وللشي انتركته لما تركته وعشان كده اوقات بنشوف ان مصلحة اولادنا لازم تكون من وجه معينة عشان متمسكين بفكرة المستقبل المضمون لو في حد كان ممكن تربى بهذه الطريقة اي حد كان تربى رباه حضرة النبي لكن سيدنا انس بيقول فلم يقل لي شي فعلته لما فعلته ولا لشي انتركته لما تركته وبيرعاه وبينظر اليه وبيعلمه ان هو واثق فيه فعشان كده مسألة المستقبل المضمون ما فيش حياة اسمعها المستقبل المضمون في حياة اسمعها المستقبل الذي نعيشه لان اولادنا مع ان كم من الناس اللي دخلوا المجال المضمون اللي احنا بنقول لهم عليه ده المجال المضمون والمستقبل المضمون تعثروا فيه لانه ما كانش طريقهم وما كانش طريقة تتناسب مع تفكرهم ولا مع طموحاتهم احنا أولادنا عندهم 3 حاجات بتعملهم بتعمل وجهة نظرهم في الحياة مهاراتهم واحتياجاتهم وقيامهم فمنقدرش احنا نفرض عليهم لا مهاراتنا ونعتبرهم انهم مزينا ولا قدراتنا ونعتبرهم ولا احتياجاتنا ونعتبر ان احتياجاتهم هي نفس احتياجاتنا لان احنا مش النموذج ولا كمان قيامهم احنا كمان ما نعرفش ايه القيم البرزة عندهم وايه القيم المساعدة يعني ما عرفش الابني بينطلق من اي قيمة واحد بينطلق من الصبر واحد بينطلق من الحماس واحد بينطلق من الانجاز واحد مش عارف انا بينطلق من اي قيمة وحتى لو عارف ماينفعش اقدم تفسير للقيمة اللي عنده بيلي تفسيري انا لانه هو عاش في مجتمع مختلف عن تكويني انا وساعات بنتمسك بفكرة الامتداد في العمل احنا بorianك بس احنا بنعمل ايه عشان نمنع أولادنا من إنهم ما يعيشوا بطريقة فلازم ابني يكمل تاريخي ومسارتي المهنية أو يحافظ على مشروع الخاص الحفاظ على المشروع الخاص على فاكرة مشارته الوحيدة إنه هو يدخل نفس التخصص اللي أنت دخلته بلاش نستخدم مع أولادنا طرق الضغط زي طريقة مثلا الضغط بالتوقعات إن أنا أضغط عليه بتوقعاتي إيه اللي حاصل إنه هيحصل لك كيد وكيد وكيد أنا عارف إن أنت مش هينفع غير المجال الفلاني ده أنا عارف إنك هتكوني أشتر دكتورة ده توقعات طب لو كنت بيقولهم مش هو في حاجة تانية هنعمل إيه الضغط بالتوقعات ده بيخلي أولادنا إيه تحت ضغط نفس كبير وبيخليهم مشتتين ومش عارفين عايزين إيه لأنهم تعودوا ويتحركوا في الحياة وفق توقعات الناس لأن إحنا لربناهم إنهم يتحركوا وفق التوقعات